استقبل النائب العام القاضي قاهر مصطفى بمكتبه بديوان النيابة العامة الفريق القانوني لحقوق الإنسان لمناقشة قضاء مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية التي برزت مؤخرا في قرارات الأمم المتحدة والتي تعد من مقدمات العدالة الانتقالية وفي اللقاء رحب النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالفريق القانوني مؤكدا أهمية دورهم في الفترة الحالية والمستقبلية وصارد الفريق واستعرض الفريق القانوني محمد قاسم نعمان والمحامية عفراء الحريري والدكتور سماح جميل والدكتور سامي محمد ناقشوا أوضاع مراكز الاحتجاز في عدن المحافظات المحررة ومدى اجتظاظ بعضها بالمحتجزين وحقوقهم وحتياجاتهم لإنسانية وأشار النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز تتبع إداريا مصلحة السجون بوزارة الداخلية وماليا تتبع رئاسة الوزراء وأن الأوضاع الصعبة في بعض السجون ومراكز الاحتجاز نتيجة لشحة الإمكانيات لديهم حيث تبلغ منزانية النفقات التشغيلية حيث تبلغ منزانية النفقات التشغيلية لمراكز الاحتجاز والسجون المركزية في المحافظات المحررة 132 مليون ريال فقط وأكد ضرورة إقامة مراكز احتجاز للحفص الاحتياطي في عدن لعدم وجودها حاليا خصوصا بعد أن تم تقسيم العاصمة عدن إلى نيابة واستئناف شمال وجنوب وتطرق لقائل المحتجزين في سجن البحث الجنائي حيث بلغ عددهم 280 محتجزا منهم 35 من النساء بينهم أطفال كما نقش اللقاء تفعيل دور لجان العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وتشكيلها في 6 مدريات وتتكون في كل مدرية من 10 أشخاص ممثلين عن السلطة المحلية والأمن اللجان المجتمعية التي أنشئت مؤخرا كما أشار محمد قاسم العمان والمحامية عفراء الحريري إلى ضرورة إنشاء منتديات تجمع بين الهيئات القضائية واللجان الأمنية تدعو إلى العدالة التصالحية وتساعد النيابة في تقليل القضاء المرفوعة إليها في ظل الضغط الكبير على النيابة العامة نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة إثر الحرب وقلة الموارد وأكد القاضي قاهر مصطفى بأن النيابة العامة مستمرة في تقديم كافة خدماتها والقيام بدورها على مختلف الأصعدة رغم ما تعانيه منذ اندلاع الحرب التي شنتها منشاة الحوث الأرهابية الموالية للنظام الإيراني داعيا جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى المساهمة والتعاون مع النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون حضر لقاء المحام العام الأول القاضي فوزي علي السيف وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب ومدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قايد ونائبه القاضي محمد مصلح البتولة